حقول لك سر عام شعرت بالاختلاف في الفترة الأخيرة وأنا مثلا بسعي أن أنا أتفاض مع لعب أجنابي فيبدأ الوكيل بتاعه والله بجد اللي بقولولك ده حقيقي يعني لا إحنا اهتمامنا بأوروبا يا أمير قالك اهتمامنا بأوروبا قلت له طيب شرحت له النادي الأهلي شرح له النادي الأهلي شرح له النادي الأهلي برد علي شوفه حيقولك ايه بس انت بتشرح له الاهلي شرح له الاهلي بإنجازاته بجماهيره بمكانته العالمية بأحلامه بحجم ما ينتظره إذا جاء الأهلي وعدد البطولات والتمثيل الدولي في بطولات كأس العالم والبطولات أفريقيا شرح له بالتفصيل مهما خدت منك العملية الحقيقة عمل شغل كويس قوي كل مرة في الحتة دي أمير يرجع لي كابتن عدلي بديته السر مش بس كده يصبح هو المتشبس بالأهلي وهو اللي بيساعد أي اللاعب وهو اللي بيساعدنا مع الإدارة بتاعته إنه يعني يحل الخلافات اللي بيننا وبينهم بيوكيله لما سمع كويس لما عرف مكانة الأهلي وتابعها ما أنت بتتكلب بقى لك شهرين مساء أو ثلاثة في حاجات يعني يشوف المنظر يلاقي الترجمة يخش على الاتحاد الدولي يلاقي صدى يخش على الصحف العالمية إيه دا إيه دا لا 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 استنى أوروبا تأجل شوية إحنا هنا ويتحمسه جداً يا جماعة والله العظيم تلاتة ما يفعله هذا الجيل من إنجازات يستحق منكم فعلاً احترام جامد جداً أنا بقولك الجيل دا جاوز كل الأجيال من حيث النتائج حيث النتائج والمنافسة بقت أصعب وأشد بكثير يعني ولكن هو يعاني من إيه بقى حاجم التوقعات والتعود على المكسب يعني شوف أنت آخر أربع سنين ما غيبتش عن كاس العالم الأندية تلاتة برونز ووحدة مركز رابع ووحدة الشحات مع العين وصل للفاينل كويس مدالية فضية وتجدوا الناس وحدة الشحابة بتتكلم عليه وحدة مش عارف مين بتتكلم عليه بتتكلمه في إيه الجيل دا يا جماعة بيصدر تاريخ كبير يستحق طول ما بيديني إن أنا أحترم وحطه فوق راسي وساعة ما واحد يتعثر بس أحسنه إنه بيحاول أقف معالم ما وقفه اللي يتنمرد علي إرميه ولا تأسف علي ولا توقفه ولا تشغل بالك بيه خليك مع اللي بيحبك وبيتفانع عشان قطرك هو النادي الأهلي خلاص بقى في الحتة دي ولذلك أنا أشفق على حد في كل الناس بسؤولة في النادي الأهلي صار أجهزة فنية حتى مجالس إدارات حتى العاملين اللي بيعملوا فيه نطاق كرة القضب في النادي الأهلي وحتى في التسويق حتى 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 ما بقاش عندهم ما يبهروا بيه الجماهير الجماهير حجم الإنبار خلص عندهم جبت الآخر فأنت عايز تستمر على هذا العطاء وينقلك النقلة الصعبة بقى إزاي تبقى من نمرة ثلاثة نمرة نس وما نمرة واحد وفي اللي جاي البطولة اللي جاية الصعبة جدا 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 النظام اتغير عدد تبر مجموعات عندك حجم تحديات لو استطعت المراد انك توصل المربع الزهبي ما حدش قولي في تخطيط للكورة حطين 25 في الاعتبار ما فيش حاجة هو انت تملك ما عندكش الرفاهية انت ما تفكرش في اللي جاي مش بتكلم على عدلي بتكلم على أي مسؤول في النادي الأهلي انت هارات جمهور هو انت الناس والله العظيمة بتنام يا أستاذ ابراهيم من حجم إحساسها بالمسؤولية إلا الأهلي في دمخها انت بشوف كابت خطيبه المتابعات اللي بيعملها والناس اللي بتشتغل ما هم شايفين شايفين ان فيه كارثة إنسانية على مستوى العالم الأهلي جزء من إلهام أطفال انهم تتحمل هذه المقاسي وهذا العذاب طفل إديه محروقة والشوارب من العذاب اللي شافه على فكرة تم نقله الرفح لأن حالته برضو مستشفى الشهداء في الأقصى ما كانتش كافية لعلاجه تم نقله الرفح سنته بترجم نفسها وبعدين المراسل ده درج المراسل راح هنا وراح هنا وراح هنا قالك إيه أولا الكلمة اللي قالها صاحبنا صاحبنا الأهلي صاحبنا عفوية وكانش عارف إنه حتقلي الدنيا بالمنظر ده فقال لا هو أنتوا بقى خدوا بقى الرسالة إزاي جمهوركو إدينا طاقة أمل وإدينا قدرة على التحامل وإزاي وصل صوتنا للعالم وإزاي حسسنا إنه الناس دي مش لوحدها وإزاي 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 تعمل إيه تعمل إيه وإنت مسؤول عشان الناس دي تعمل إيه أستاذ إبراهيم لكن طبعا لازم يكون يصدفك توفيق من عند الله سبحانه وتعالى أقول لك تعمل إيه كنت ترد على أمير توفيق في الفاصل وتقول لي قالك إيه ما هو أنا في الفاصل عشان أنا أقول للناس سيب أمير في اللي فيه لأن الحقيقة الحقيقة يعني حجم العمل اللي بيقوم بيه أمير دلوقتي ضخم جدا أعم كبير والحمد لله كلنا مع بعض بنسند بعض وليقدر الحاجة بيعملها لكن هو بقى إيه الجهد التنفيذي الشاب اللي بتحرك اللي بيروح اللي بييجي اللي بيسافر واللي بيرجع إبن بطوطة اللي بيسافر واللي بقى أيوة إبن بطوطة نفسي شوف بسبورة شوف راح فين يا ربنا وفق كل ناس اللي في النادي الأهلي مسئولية إنك تسعد الناس دي وتعارف يعني كلمتين دول وانت مروح بيعملوا فيك إيه صحية قول لي مبسطت في السعودية أنت حضرت المطش الأول يعني بس حضرته نصف الملعب ونصف الصلاة روحة الأستاذ ما قادرتش برد من كتر الانفعال فدخلت في الصلاة وجات ضربة الجزاء علينا لا 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 عايز أروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر